برحب بك يا دكتور أشرف وأسألك في البداية عن ما جرى إلى الآن يبدو أن كل الأطراف أنهكت روسيا أنهكت أوكرانيا أنهكت أيضا الغرب أنهك بهذه العقوبات التي فرضها على روسيا وارتدت إليه أيضا فيما يتعلق بزيادة أسعار الطاقة وكل السلع الاستراتيجية ما هو الوضع الآن من وجهة نظرك كمحلل سياسي؟ تظل النقطة الأولية في بداية هذا السلع اللي هي فكرة النفس الطويل من سيكسر أولا هي حلبة ملاكمة واثنين ملاكمين بيضربوا في بعض مين اللي حيقع فيه الأول الضرب متبادل نعم ولكن يعني في تحليل القدرات الاقتصادية الشاملة للأطلانتي وولادة المتحدة الأمريكية مذلت هذه اقتصاديات قادرة على أنها تستحمل شوي يعني النهاردة إعلان ألمانيا بأنها أو فرنسا بأنهم يستعدوا لأنه بنهاية هذا العام يتم الاستغناء كلياتا عن النفط ده معناه أن في بدائل تانية بدأت تظهر في الأفاق معناه زيادة الحصار على روسيا بشكل كامل وعزل كامل يعني كان برضو الحديث عن سوافت والنظام الصيني 11 ألف بنك موجودين في سوافت الصين 75 بنك فروسيا يعني ستكبل والدليل على ذلك أن قيمة الرابل انخفض 30% بشكل كبير أنا مستشعر أن خاطر العقوبات المستمر بدأ يصل إلى النخبة الضيقة جدا حول الرئيس باطل ودي الاستراتيجية الجديدة اللي هم ماشيين عليها الأمريكيين والأوروبيين اللي هو فكرة نحن لنرغب في نقل المواجهة من أوكرانيا إلى خارج الحدود والحاجة التانية أن احنا مستعدين لنكملين للآخر بحيث للإنهاك يكون مستمر كونستنت يعني لفترة طويلة لكن هل الأوروبيين دفعوا ثمن؟ بالتأكيد دفعوا ثمن لأن كان فيه تقييم للعلاقات مثلا الصينية الأمريكية من الفترة قبل أزمة أوكرانيا إذا أمريكا قررت أنها تضغط على الصين أمريكا ستتضرر أكثر من أوكرانيا روسيا إذا ما أقدمت على خلافة مع الصين لأن الحجم التبادل التجاري بين الدولتين يتجاوز الـ 560 مليار دولار فهي فيه ضرر كبير فقالية السيناريو للأطلنطي مع الصين تختلف عن قالية السيناريو أمريكا الأطلنطي مع روسيا ما زالت روسيا هي الورقة الرباحة في يدها اللي هو النفط والغاز واعتماد أوروبا عليها بس هل فيه دول كانت بتتخانق في حرب وفيه تجارة شغالة؟ آه في تاريخ السياسات الدولية موجودة يعني اللي إحنا شايفينه ده مش جديد على أن ممكن بوتن ما زال في احتياج للمال وهم فتحلوا برضو وهم ما زالوا في احتياج للغاز وهم في احتياج للغاز فتحلوا يعني تشامل قناة كده على أساس أن ما باش خانق كامل يعني كل يراهن على كل الفرح طيب وحضرتك بتتكلم أن ليس هناك رغبة لنقل الأوضاع لربما خارج الحدود في لقاء آخر مع حضرتك حضرتك اتكلمت أن يمكن الهدف من هذا الموضوع أو اللي هيبقى مهيمن هو حلف النيتو في تطورات حصلت مش عارفة حضرتك هتبدل على وجهة النظر دي ولا لا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هيقوم بالزيارة لسلوفكيا لسبوع اللي جاي عشان دعم واشنطن للجابهة الشرقية المتعلقة بحلف شمال الأطلسية هل دي تحركات ممكن تدل بشكل أو بآخر أن في مخاوف لدى النيتو من أن هذا الشجار هذه العمليات العسكرية تكون أو تنتقل إلى الحدود ما بين أوكرانيا وملدوفا أوكرانيا وبولندا فهنا هيضطر حلف النيتو لاستخدام البند الخامس حتى مش لازم أي اعتداء على أي دولة ده حتى على حدود أي دولة هل من الممكن أن نحن نوصل لهذه المرحلة دكتور أشرف ده سؤال قوي ولكن أنا يعني في نقطة مهمة أن الدول المحيطة بجغرافية أوكرانيا أو روسيا هي دول قابلة للريسك أكتر من ألمانيا وفرنسا أو كندا واللوات المتحدة يعني قابلين المخاطرة أن يذهبوا مع موسكو أو بوتين إلى نهاية المطرف هذا أمر مرفوض يعني فكرة نقل قوات الجوية البولندية بالكامل إلى أوكرانيا ده تصرف عنيف جدا كامل بولندين يعني بعض الأخبار بتأتي هناك حلول دبلوماسية فتح لقنوات دبلوماسية مفاوضات في تركيا مفاوضات على الحدود بلا روسيا هذه أمور انتهت يعني حتى كمان روسيا نهاردة علنت أنها سحبت العرض الذي كان مقدم للتجهزات الأمنية في احتواء الأزمة الأوكرانية وبالتالي ده السير نحو حفة الهواء حلف الأطلنطي متنبئ جدا ولكن هم بيعملوا دفع قوات يعني وزير الخارجية الأمريكي منصب عسكري رفيع طبعا وزير الدفاع ناسف منصب عسكري رفيع موجود على الحدود قرب طبعا أوكرانيا والحدود مع روسيا ده رسالة بأن حلف الأطلنطي والوات المتحدة يحاولوا أن طبعا يقدموا كل الدعم العسكري من نقل قوات فائلية في ألمانيا والدول المحيطة بأوكرانيا لتأكيد مفهوم الرجح لتأكيد مفهوم الرجح